أصلاً السبب في اللغة هو الحبل وسمي الحبل سبباً لأنه يتوصل به إلى غيره الدلو من البئر يسحب بالحبل فهو سبب فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ فمعنى الآية أن الله يقول من كان في شك من أن الله سوف ينصر عباده المؤمنين فليمدد بسبب إلى السماء يعني يعلق نفسه بخيط إلى السماء ثم ليقطع هذا الخيط وليسقط إلى الأرض هل سوف يذهب ذلك ما في نفسه من الشك والتكريب؟